مرحبا بنكمل اليوم كيف نحسب السعرات الحرارية اللي نقللها عشان نخسر وزن في المرة اللي راحت احنا وصلنا ان العزم ليش نخسر نقلل السعرات الحرارية بكمية معقولة يعني ما اروح فجأة ما اكل ولا شي لانه زي ما قلنا لاحتاج نخسر دهون اكثر نخسر عضلات اقل ونوصل بطريقة صحية عشان ما انمل طيب شلي يصير لو انا قلت فجأة قررت اني بس باكل تفوحة في اليوم في ناس يسويها يعني واكل تفوحة في اليوم انا سمعت في بعض رجيم شو اسمه رجيم العنب ياكل وراق العنب بس وعنب يعني غريب هذا الرجيم يعني يفتقر للاناصر الاغذائية الاساسية بس بجاكل عام مثلا انا قررت اوكي انا باكل بس تفوحة في اليوم شلي يصير اوكي انا بخسر وزن في البداية اه معظمها ماي وعضلات بشوف اني اخسر على الميزان بعدين بعد فترة يبدأ الجسم يخاف الجسم ذكي يقول بي برمج حالة انه انا مهما سويت ما بخسر وزن ما بخسر دهون ليش لانه يحس انه دخل في الستارفش المود يحس انه في مجاعة فيبدأ اي حاجة اكلها يخزنها على طول وبعدين شي يصير المعدل الايط يخترب الجسم يصير كل ما سويت هذي سموها اليو يو دايتنج سويت دايت لمدة مثلا اسبوعين ونزلت فيهم خمسة كيلو كلهم ماي عضلات رجعت بعدين زيت يصير اكثر بعدين رجعت مرة ثانية اسبوعين حسيت اوه لازم ارجع للرجيم ورجعنا وكذا ونزل وزني وطلع وما ادري وين يخترب الميتابوليزم على المدى الطويل ان معدل الايط عندي يخترب خلاص انه ما الجسم يتلخبط نظامه خلاص يعني معارف انت تبغى تخسر وزن انت تبغى تنزل وزن فهذه ويخاف انه يدخل في مجاعة فيقوم يخزن اي حاجة انا انا وصلت لمرحلة ستارفاشن لمدة اسبوعين ما اكل ولا شيء بعدين رجعت اكل اسبوعين بخزن كل اللي اكلتهم فانا الوزن اللي اللي خسرتهم الخمسة كيلو بيرجعوا لي سبعة كيلو فاحسن حاجة الانسان يفكر ان الهدف طويل المدى مو انا خلاص بس يومين عندي مناسبة بخسر لي خمسة كيلو برجع ازيدهم بعدين فخلي في الحاجة اللي اللي معقولة اللي بتستمر معه اكثر طيب لوزة نرجع لوزة لوزة تبغى تخسر خمسة كيلو احنا حسبنا قبل عدد السعرات الحرارية اللي تحتاجها عشان تحافظ على وزنها كان الف وثلاثمائة واف وثمانمائة وخمسة وستين سعره في اليوم طيب احنا قلنا الماكسموم اللي نقلل انا عرفت كم احتاج نحسب تي دي اي اي قبل اول حاجة اسويها فاروح اناقص منهم خمسمائة سعر حرارية الى سبعمائة سعر حرارية فاروح بس احط هذه هنا الف وثمانمائة وخمسة وستين اطرح منها خمسمائة فانا عشان اخسر وزن لازم اكل بس الف وثلاثمائة وخمسة وستين لوزة يعني تاكل بس كذا عشان تخسر وزن تخسر كم تقللت خمسمائة سعر حرارية في اليوم طيب شنو نرجع نراجع الاشياء اللي قلناهم في البداية قلنا انه بنتكلم على الماكروز الماكروز هي المكونات الاساسية للغذاء اللي تتكون من بروتين وكربوهايدرات ودهون احنا قلنا قابل ان الجرام الواحد من البروتين يحتوي على اربع سعرات حرارية البروتين والكاربز والدهون تسع سعرات حرارية البروتين في شنو يستخدمها الجسم اكثر السعرات اللي ناكلها من البروتين هم يختلفوهم صح انهم نفس السعرات الحرارية الكمية السعرات الحرارية نفسها يعني مثلا واحد جرام من البروتين بيعطيني زي ما قلنا اربع سعرات حرارية بس في شنو باستخدمها؟ البروتين دائما يستهلكها الجسم لان شنو يعني يستخدمها في بناء العضلات في الشعر في بروتين الاسكن عشان يصير هلثي في بروتين فهو يستخدم هذي السعرات الحرارية يعني هي صحية اللي تيجي من البروتين فعشان يتجدد الجسم هو بيستخدم السعرات الحرارية لمن البروتين عشان كذا لما الإنسان يساوي دايته يحاول يزيد نسبة البروتين فيه فالبروتين مفروض يكون على الأقل 30% من الأكل اللي أنا أكله الكاربز مهم للطاقة عشان أتحرك عشان لدماغه الجهاز العصبي يعني أنا مثلا لو ناس اللي التويل اللي يعرف رجيم أتكنز و داشتي دايما يعتمد على هاي فات دايت فبعدين يحس دايما أنه عند خمول مقادر يركز وكذا لأن الجسم أصلا العقل خصوصا يعني يتغدى على الكاربز يحتاج الكاربز الجهاز العصبي فهو يعطي الكاربز لذيذة يعني من اللي ما أحب البيتا أو الباستا أنا ما أحب الباستا حم ببيتا بس يعني هو لذيذ الكاربز وهو اللي يعطي حجم للأكل فهو مهم فالمفروض يكون نسبتها من 40 إلى 50 بالمئة الدهون ضرورية من أجل الطاقة ومستوى الخلية وامتصاص الفيتامينز فيه فيتامينات الدوب بس في الدهون فهي بعد مهمة بس نسبتها أقل نحتاج بس من 20 إلى 30 بالمئة دهون بس يعني بنوقف هنا وبنكمل إن شاء الله في الدرس